السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل بنبدأ الكلام ونبدأ حكايتنا عايزين نصلي على شفيع الأمة صلى الله عليه وسلم وبعد كده نبدأ الحكاية حكاية النهاردة هنتكلم فيها على الأمثال الشعبية والأمثال الشعبية دي لغة منتشرة بين أفراد أي شعب وكل شعب ليه الثقافة بتاعته وليه الأمثال اللي هو بيقولها في مواقف معينة المواقف دي بتبقى مواقف حزينة أو مواقف سعيدة على حسب المواقف اللي هم عايشين فيه طيب حكاية النهاردة هنتكلم عن مثل دايما بيقولوا أفراد الشعبية مع بعضهم الناس بيتكلموا مع بعض فالمثل ده عبارة عن إيه؟ ده لما يكون فيه اتنين مثلا أصدقاء مع بعض والاثنين فيه موضوع معين مشترك بينهم ويجي واحد منهم يخالف الكلام أو يخالف الفكرة اللي هم عارفين هم الاثنين أو يقول كلام غير الحقيقة تلقى التاني عشان يفكروا يقولوا لا ما تقولش خلي بالك أن أنا عارف بيبدأ يروح أيله المثل الشعب ده يا راجل ده احنا دفنينه سوا يعني مثلنا النهاردة على جملة احنا دفنينه سوا أصلها ايه؟ ويسببها وجات منين؟ ده دي الحكاية اللي هنتكلم عنها النهاردة ونعرف جات منين نشوف الحكاية؟ يلا بينا الحكاية بتبدأ من اتنين أصدقاء كانوا أصدقاء أعزاء أو مع بعض الاثنين دول كان فيه بينهم تجارة وكان معاهم حمار الحمار ده هو يعتبر مصدر الرزق بتاعهم هو اللي بيشيلوا عليه البضاية بتاعتهم ينقلهم من مكان لمكان والحمار مستحمل بيأكلوه كانوا بيشربوه بينظفوه مهتمين بيه جدا لدرجة انه هم كانوا بيعتبروه مش حمار لا ده كانوا أخي ليهم هم ليهم مكان وعملوا له مكان وايمين معاه بكل ايه؟ الواجب في يوم من الايام وهم الاثنين معهم تجارة ومشيين معهم الحمار ومشيين في الصحرة الحمار تهب منهم ونفق الحمار يعني الحمار مات قاعدوا الاثنين باكوا عليه بكاء شديد وحزنوا عليه حزن كأن أحد عزيز مات ليهم وما اكتفوش بكده وبس لقدوا جابوا اللي خدوا الحمار ورحوا عملوا له قبر ودفنوا فيه وقاعدوا جنب الحمار يعيطوا الناس اللي ماشي بالتجارة معهم تجارة ومشيين في الصحرة لما يعدوا عليهم من الاثن باعياته يسألوهم ايه الحكاية يقولونهم والله ده احنا لنا عزيز علينا مات مين هو؟ فقاعدوا ايه؟ ابو الصبر كانوا مسمين الحمار ابو الصبر فالناس لما الاثنين بيبكوا بكاء شديد كده حسوا انهم ليهم حد عزيز عليهم يعني رق ألبهم ليهم وبدأوا ايه؟ يتعاطفوا معاهم يعني ايه؟ ويعدوا عليهم يدوهم ايه؟ يحطوا في القبر ده يسيبوا مثلا زي صدقة ليه لان الناس دول كانوا بفهموا طب مين هو ابو الصبر ده؟ يقولوا ابو الصبر ده والله كان شديد الصبر وكان قوي وكان من الناس اللي هو قوي الاحتمال وكان كاتم للأسرار وكان يعني وكانوا يقدروا يتكلموا في الصفات بتاعته وكأنه إنسان فالناس اعتقدت ان الموتفون في المكان ده شخص يعني مبروك فكانوا يسيبوا لهم الصدقات ويأخذوا بعضهم يمشوا الناس لهم العملية كده فيها حاجة كويسة بالنسبة لهم رحوا جايبين خيمة ورحوا بنينا على الابر مين؟ الحمار اللي هو ابو الصبر بقى كل اللي رايح يعد كل اللي يعد عليهم يقعد ويروح يزور المقام بتاع ابو الصبر ده ويسيب الصدقات ويسيب فلوس ويأخذ بعضهم يمشوا الموضوع كبر معهم من الآخر كده فرحوا هدوا للخيمة ورحوا عاملين ايه؟ اوضة وانوار وكده وبقى ايه؟ ده مقام مين؟ مقام ابو الصبر اللي هو الحمار مين اللي يعرف الحكاية طبعا محدش يعرف الحكاية دي إلا ايه؟ الاثنين الأصدقاء بقى مقام اللي رايح واللي جاي ييجي يسيب صداقات ويقرأ الفاتحة ويتبارك بمقام ايه؟ ابو الصبر ده واللي عنده حاجة مثلا متعسرة عنده طلب عايز ربنا يضهوله ييجي يقعد يقرأ ويتبارك بمقام ابو الصبر اللي محدش يعرف انه هو الحمار إلا الاثنين الأصدقاء ده لغاية ما الموضوع كبر معهم قوي والدنيا زادت معهم وبقى عندهم سروة واشتروا أراضي والتجارة بتاعتهم وعملوا تجارة تانية وبقى لموضوع الموضوع مش سهل فجب في يوم من الأيام كده وهم بيفتحوا صندوق النزور اختلفوا هما الاثنين على تأسيم الفلوس اللي موجودة جوه الصندوق فواحد ظلم التاني خد منه فلوس كتيرة فالتاني قال له ايه؟ نسي بقى انه هو اللي موجود هنا ده حمار فقال له والله لو ما ديتني حقي انا هشتكيك لابو الصبر وهو اللي ينتقم ايه؟ منك ويجيب لحقي منك فطبعا صديقه عارف ان ابو الصبر ده هو الحمار اللي كان معهم فبصله بس تستغراب كده وقال له يا راجل هتشتكيني لابو الصبر؟ يا راجل ده احنا دفنينه سوا ومن هنا جه المثل بتاع احنا دفنينه سوا ده يقولوا دايما يقولوا لبعض يعني ما يكونوا اي اتنين لما يكون في بينهم موضوع ويختلفوا عليه ويكونوا هم الاتنين عارفين حكاية الموضوع فلما يطلع واحد برا الحكاية ويجي حاول انه هو يخل بالنظام او يخل بالموضوع او بمفهوم الموضوع يقولوا لا اقف عندك ده احنا دفنينه سوا وبكده نكون انتهينا من قصة المثل الجميل ده ارجو ان انا اكون قد افدتكم وما تنسوش تفعالوا الجرس وتشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة